ضبط اللسان في رمضان الصيام لا يعني فقط الامتناع عن الطعام والشراب وإنما ضبط اللسان أيضاً عن الغيبة والنميمة والكذب فكيف تضبط لسانك في رمضان؟ فكر جيداً قبل أن تتكلم ولا تجرح أحداً بكلامك بادر دوماً بالاعتذار للآخرين إذا بدر منك ما يؤذي مشاعرهم ابتعد عن رفقاء السوء وتجنب الغيبة والنميمة تذكر وجود ملكين مكلفين بالتسجيل كل صغيرة وكبيرة تنطق بها أو تفعلها أشغل لسانك بالاستغفار وتلاوة القرآن الكريم